اشتركوا في القناة ودايما بنرحب بكل افكاركو واقتراحتكو لأفكار وضيوفكو ده يكونوا معنا ان شاء الله نلبيها هنبدأ مع بعض يا علامة من العمل تحت ضغط هو الحقيقة في جملة كده هتقدر تشتغل تحت ضغط يقولك اه بس هعيط ده خاصة بالسيدات او بالبنات اه هعيط في الاخر لازم يعني بعد يوم طويل كده مليان ضغوط من اول بقى في الدراسة استحيان لموعيد المدرسة وتجهيز اللانش بوكس وبعد كده النزول للشغل بكل ضغوطه بكل يعني ما يحمله من تحديات مشكلات موضعات كتيرة ممكن تكون بتوجهنا في حياتنا بتسبب لنا ضغوط منها حتى وانت في الطريق يعني ممكن تقابل شوية زحمة فاتأخرك عن معادك فده يعمل عليك ضغوط ناس معاك في الشغل ممكن يكونوا بيسببوا لك ضغوط الضغوط الحياة من غيرها ما بتمشيش عشان بس ايه ما اتفكروش ان يعني هنقولكو حل سحري ليه الامر وانه يعني هتعدي وان الحياة بسيطة وان ممكن يعني تكون من غير ضغوط او تحديات لكن لازم يكون عندنا مهارات كويسة عشان نقدر نتخطى هذه الضغوط تتخطى الضغوط ازاي؟ ده حقيقي بصي هو انت قلتي ما فيش يعني ضغوط ومش هنقدر ان احنا نتخلص من الضغوط هي الحياة يعني لازم يكون فيه ضغوط لان احنا بنكلم هنا عن حاجات بيضيفرضها الامر الواقع يعني وانت جاي الشغل اكيد هيبقى فيه ضغوط فعلا في الطريق في الشغل نفسه فيه ضغوط سواء في طبيعة الشغل او احيانا بيكون فيه امور متعلقة بضغط الشغل لأحداث استثنائية يعني مثلا زي منقول مثلا حد من الزمله حصل حاجة لقدر الله حصل طارق فانت هتضطر ان انت تشيل شغله وبالتالي هنا ده بيكون نوع من انواع الضغط وهو ان يكون الشغل مضاعف ممكن مثلا ان يكون حاجة من ضمن الامور اللي بتمثل ضغط في الشغل هي الحاجات المتعلقة بالزهن يكون زهنك مثلا مشغول ان فيه مشاكل تانية في البيت والتالي بتفكر في حاجات استثنائية وبتفكر يا ترى البيت طب انا سايب مشكلة هناك طب لما هرجع هعمل ايه وبالتالي فيه امور تانية بتتسبب في مسألة الضغط عليك في الشغل ده غير ضغط عن ضغط الحياة والامور المتعلقة بالجانب العادي يعني بالنسبة لحياتنا اليومية ولكن هو مش حل سحري ولا حاجة ولكن فيه احيانا بعض الطرق احنا ممكن من خلالها نتجاوز الضغوط بالنسبة لها هقول لك بعض الطرق اللي بينصح بيها علشان تقلل من الضغوط حاجة تقبل الضغوط مبدئيا تقبل الامر الواقع اه يعني خليك حاطة في اعتباراتك ان فيه نسبة كبيرة من التحديات او الضغوط هتكون موجودة في يومك ممكن تكون مخطط لها او متوقعها مش مخطط لها متوقعها وممكن تجيلك فجأة تمام طيب خلاص خلصنا من البند ده تحديد الاولويات لازم تقول ايه المهم وايه الاهم علشان تقدر توصل لقايمة كده انت هتروح شغلك النهاردة هتخلص واحد اتنين تلاتة دول المهمين اللي مديرك طالبهم منك بشكل مباشر في اداء مهمك ليه اليوم ده وبعدها الحاجات اللي ممكن تعملها في اخر اليوم او لو اتأجلت لبكرة مش هيحصل مشكلة ولا هيبقى فيها ضغط في وقتك ولا على اعصابك ايه تاني التواصل الفعال والمباشر مع مديرك بشكل يعني مستمر علشان يقدر توصله كل التحديات او الضغوط اللي بتواجهك علشان تقدر تنكز عملك بشكل جيد الممارسة التقنيات للصرخاء انك تاخد كده تتعلم يوجا تتعلم تاخد تنظم نفسك اول ما تحسب شفت مرة الدنيا سمير غينم في الفيلم بتاع اكس لارش اول ما كانت تضغط او تاخد نفس وتهوي اعملوا كده يعني يخدوا نفس عميق كل واحد يبديك طريقة اه ودلوقتي اخدوا نفس عميق واحنا كمان هناخد نفس عميق بفاصل ونرجع نكمل معاكم يوم سعد